شاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح معاكم حيثما كنتم وفي كل مكان موجودين فيه احنا بنشكركم باستمرار على دايما استضافتكم في بيوتكم او على الايفون او الايباد لقناة الحياة ولبرامج قناة الحياة وبنسعد دايما بالتواصل معاكم وبنصلي لاجلكم فكل المشاهدين هم اهلنا وهما اصدقاء لقناة الحياة سواء كنت مؤمن بما نؤمن به او اخي لنا في الانسانية تلفونات البرنامج بتبقى موجودة امام حضرتكم على الشاشات وبنسعد بالتواصل معاكم لو عندكم اي مدخلة او اي سؤال فيما نطرحه من موضوعات مهمة هنكمل مع بعض اللي احنا بدأنا من تسع حلقات ماضية في ردنا وتقديم شرح للإيمان المسيحي للداعية الذي فقد عقله وكلمنا في حلقات ماضية عن لهوت المسيح خدنا حلقة كان هو عملها عن رفض الإيمان بالإيمان بلهوت المسيح وفندنا كل جزء في هذه الحلقة يمكن خدنا اربع او خمس حلقات للرد على علي النهاردة هاخد فيديو آخر الفيديو ده حطه هو تحت عنوان السؤال الذي افحم علماء المسيحيين يعني في واحد كده امام طرح سؤال هذا سؤال افحم علماء المسيحيين ولم يستطيعوا ان يجيبوا عليه كويس فهو واخد السؤال دوا وبيتراحه ومنتظر الإجابة على هذا السؤال هو طبعا مش منتظر الإجابة ولا عايز إجابة ولا هيؤمن الإجابة اللي احنا بنقدمها وما اللي احنا بنتكلم عن ايه احنا بنتكلم على انه شرح الإيمان المسيحي موجود وموجود منذ بداية المسيحية والإيمان المسيحي الذي يؤمن به تلت سكان الأرض من علماء ومن فلاسفة ومن مفكرين ومن ناس بسيطة وناس متعلمة وناس غنية وناس فقيرة يعني إيمان واضح وصريح ومفهوم وليس كما يدعي أنه إيمان لا يمكن أن يتصوره عقل خلونا ناخد الفيديو بتاعه النهاردة أنا حاولت أحط الفيديو ده باختصار علشان أخذ بقية الحلقة في الإجابة على هذا السؤال الذي أفحم علماء المسيحيين ولم يستطيعوا الإجابة عليه خلونا نشوف الفيديو سؤال بسيط يخليك قادر على إفحام القساوسة والمنصرين بس بشرط واحد لازم الشرط ده يكون عندك عشان تقدر تستفيد من سؤال اليوم السؤال ده سألوا عالم مسلم في مناظرة مع علماء مسيحيين ولم يستطيعوا أن يردوا عليه وتهربوا من مناظرته طب خلونا سواني هنا سواني هنا هو طبعا ده هو بياخد كلام مين كلام الشيخ كلام الإمام الإمام القرافي يعني أنا أول مرة أسمعه فعلا إسم القرافي ده يعني كإسم يعني مش هعلق عليه سيب كل جنتم التعليق على هذا الإسم لكن هو معطأ يعني واخد أنه كلامه على أنه الشيخ ده أفهم هو كاتب الشيخ ده أفهم المسيحيين فبالتالي هو واخد كلامه دون أن يعني يسأل عن مصداقية ما يقوله هذا شيخ بس خلينا نكمل مع بعض الفيديو ونرد عليه مناظرة مع علماء مسيحيين ولم يستطيعوا أن يردوا عليه وتهربوا من مناظرته يوم القرافي يقول رحمه الله في صفحة 66 وما بعدها ولقد اجتمع بي بعض أعيانهم المبرز في حلبة سباقهم ليتحدث في أمر النصرانية فقلت بحضرة جماعة من العدول أنا لا أكلف النصارى إقامة دليل على صحة دينهم بل أطالبهم كلهم بأن نصوروا دينهم تصويرا يقبله العقل فإذا صوروا اكتفيتوا منهم بذلك من غير مطالبتهم بدليل على صحتهم يعني بيقول إنه اجتمع معلماء النصارى في مكان خاص بهم فقال لهم أنا لا أطلب منكم أدلة على صحة دينكم مش عاوز منكم أدلة على صحة المسيحية كل اللي عاوزوا منكم تشرحوا دينكم بطريقة منطقية اشرحوا دينكم شرح يقبله العقل سؤال بسيط جدا مش عاوزين دليل على صحة المسيحية لكن فقط اشرحوا لنا المسيحية كما هي بكمل يام القرافي ويقول إن أحد الحاضرين حاوله نفسه تصوير دينهم فعجز عنهم وبعد نقاش بينهم قال النصراني أمهلني ثلاثة أيام حتى أجتمع بابن العسال وهو كان مشهورا عندهم بالفضيلة على زعمهم فلم أره بعد ذلك طبعا ابن العسال معروف ومشهور إنهم يكمل يام القرافي ويقول فانظر إلى قوم عاجزين عن تصوير دينهم فضلا عن إقامة الدليل عليه يقول إنه إذا تناقش مع النصارى فهو لا يطالبهم بدليل على صحة المسيحية بل يطالبهم بأن يشرحوا دينهم اشرحوا لنا دينكم شرحا يقبله العقل طيب اشرحوا لنا دينكم شرحا يقبله العقل وطبعا لو شرحنا من هنا للسنة الجاية هيرفض وهيقول لك مش قابل لأنه هو عامل إيه هنا هو أول حاجة عنده اقتناع إنه هو المقياس إذا هو المقياس وهو الحكم هو اللي هيحكم على صحة الإيمان المسيحي إذا فهمه وعلى عدم صحة الإيمان المسيحي إذا لم يفهمه كويس؟ أول حاجة عدم فهمك للإيمان المسيحي لا يجعل الإيمان المسيحي خطأ بل يجعل فهمك أنت هو الخطأ صحة الإيمان المسيحي ليست مبنية على على أن أنت فهمت أو ما فهمتش في حاجات كتيرة صح ومش بتفهمها لكن صح وحقيقة وفي حاجات درسناها وفي الجامعات وإلى خلافه ونظريات صحيحة لكن أنا ما كناش قادرين نفهمها أيضا بعقلنا ففهمك وعدم فهمك ده يرجع ليك أنتا لكن ليس هو الحكم على صحة أمر ما وعلى صحة المسيحية حاجة تانية المسيحية مشروحة 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 منذ بدأت الكنيسة في كل العصور وفي كل الأجيال وجد من شرح المسيحية فلسفيا وفكريا ومنطقيا ولهوتيا وكتابيا وقدم شروحات للإيمان المسيحي كثيرة جدا منذ آباء الكنيسة وطالع وعندنا أيضا في التراث العرب المسيحي ردود لمسيحيين لابن العسال وغيره الذين شرحوا الإيمان المسيحي وقدموا الإيمان المسيحي لكل من سألهم من الإخوة المسلمين وده تراث موجود لكن هي الفكرة هو مش عايز يفهم هو الفكرة عايز يوضح حاجة في غرضه أنه هناك سؤال يفهم القصاوسة ويجعلهم لا يستطيعوا أن يقدموا إجابة عليه طيب أنا طبعا مش أسألك هتفهم ولا مش هتفهم لأنه ده أمر راجع ليك أنت ورجع لقبولك أنت للأمر أنت مش بتسأل بحسن نية أنت ما عندكش هذه الحسن النية أبدا أنت بتسأل بخبط وتريد فقط أن أنت تقدم على أن المسيحية ليس فيها شرح منطقي ولا تفهم بالمنطق ولا يستطيع الإنسان أن يدركها فبهذا الإيمان المسيحي غلط ده المنطق اللي أنت بتتحرك منه وده المنطق المعكوس منطق الخاطئ طيب الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي متفرد يعني مميز وسر تميز الإيمان المسيحي يعود إلى ثلاث حاجات كويس؟ يعود أولا إلى تفرد شخص المسيح لأن الإيمان المسيحي مرتبط بالمسيح جوهره وموضوعه الأساسي هو شخص يسوع المسيح فالإيمان المسيحي متفرد علشان المسيح متفرد وزي ما قلت قبل كده أنا نفسي تطلع تعمل لنا حلقة مقارنة ما بين المسيح ومحمد ما بين حياة هذا وذاك ما بين سلوكيات هذا وذاك ما بين تعليم هذا وذاك ما بين علاقة هذا بالنساء وعلاقة هذا بالنساء ما بين أفعال هذا وأفعال ذاك اطلع اعمل لنا حلقة خليك جدعة وجريء وفخور بمحمد كويس وقدم حلقة اعمل فيها مقارنة ما بين المسيح وما بين محمد كويس ده تفرد المسيح ده تفرد الإيمان المسيح الحاجة التانية حياته تعليمه قدسته محبته موته وفداءه وقيمته من الأموات فالملخص كله أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد طيب ده محلش المشكلة يمكن محلاش عندك لكن أنا بس حبيت أقدم حاجة بسيطة كده في البداية علشان كل المشاهدين يعرفوا أن الإيمان المسيحي تفرده يكمن في تفرد شخص يسوع المسيح وتميز يسوع المسيح المسيحية هي العقيدة الواحدة اللي قدمت منظور شامل لأربع حاجات مهمين وأنا هشرح هذا الأمر أول حاجة عن الله الإيمان المسيحي قدم منظور حقيقي وكامل عن مين هو الله مين هو إلهيم كويس وأتكلم عن الجزء ده شوية باختصار المسيحية قدمت أيضاً مفهوم عن الإنسان المسيحية تكلمت عن الله تكلمت عن الإنسان تكلمت عن خلقه تكلمت عن سقوطه تكلمت عن فدائه تكلمت عن خلاص الله له إلى آخره تكلمت عن الخلاص وده دول على فكرة ثلاث موضوعات دول مع بعض أو خلينا حط الرابعة اللي هي رد كل الأشياء عمل المسيح على الصليب إلى ومجيء الثاني الأربح نؤقت دول هم موضوع الكتاب المؤدس كله ويمكن لو حبي تلخصهم في ثلاثة أقول الله الإنسان الخلاص ده كل موضوع الإيمان المسيح مين هو الله ما هي أفعاله ما هي طبيعته ما هي صفاته مين هو الإنسان خلق إزاي المشكلة بتاعته وإذا عنده مشكلة الله وقف يتفرج ولا ما وقفش يتفرج الله تحرك نحو مشكلة الإنسان ولا لم يتحرك وهنا بيأتي موضوع الفداء والخلاص خد كل سفر من أصفار الكتاب المؤدس من أول سفر التكوين إلى سفر الرؤية هتلاقي أنه الوحدة أو الفكرة الأساسية اللي جمع كل الكتاب المؤدس مع بعض هو موضوع الله والإنسان والخلاص كويس نيجي لأول حقيقة في الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي بيبدأ بالله بيبدأ بالله بيبدأ باللهيم بيبدأ بأول عبارة في الكتاب المؤدس بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض في البدء خلق ألوهيم الله السماوات والأرض وهنا بيقدم لي أول حق إلهي عن طبيعة الله أول معرفة لي أنا كقاري عن مين هو الله فالكتاب المؤدس بيقدم لي إنه هنا جزء مهم جداً إنه قصة قصة الخلق بتبدأ بشخص وليس بشيء بتبدأ بشخص رب نفسه رب الإله بتبدأ بإلهيم وده في الجزء ده بيقدم لي أول حاجة أزلية الله أن الله موجود قبل الخليقة موجود قبل الكون هو ليس جزء من الكون لكنه هو خالق الكون هو ليس جزء من الخليقة لكنه هو خالق الخليقة هو منفاصل عن الخليقة هو أزلي الوجود وهو أيضاً موجود بذاته وده حقيقة مهمة جداً في كلمة الله أن الله موجود بذاته أن الله أيضا هو الخالق والمبدئ لكل الأشياء ده احنا بنتكلم عن الإيمان المسيحي لو عايز تقبل الإيمان المسيحي وتعرف الإيمان المسيحي بنبدأ بأول حاجة في الكتير المؤدس بشخص الله الله أزلي الله خالق الله مبدئ لكل الأشياء الله موجود بذاته لم يوجده أحد الله واحد وحدنية الله معلنة بكل وضوه في أول آية من الكتير المؤدس في البدء خلق الله إلهيم آه هي جاية بالجمع وليها هنا إشارة إلى طبيعة الله لكنها لا تعني الآلحة لكن تعني إلهيم بالجمع لكنها أيضا كل الأفعال التي أتت مرتبطة بإلهيم كانت أفعال مفردة يعني ما بيقولش أنه ألهيم خلقوا وألهيم قالوا وألهيم سموا وألهيم دعوا لا يقول وخلق ألهيم ودعا ألهيم وقال ألهيم فكل فعل مرتبط بألهيم هو فعل مفرد لكن اسم ألهيم هو بسيغة الجمع وده بيقول لي أن الله واحد ووحدنيته ليس زي ما أنا بفهمها ووحدنيته هي الوحدنية الجامعة دي أول إشارة في الكتير المؤدس عن طبيعة الله بنجد هذا الإله له كلمة وقال الله بنجد هذا الإله له روح وروح الله يرف على وجه المياه وما ينفعش تقول أنها ريح الله لا هي روح الله اقرأ أي قموس عن روح إلهيم هتعرف أنه يشار إلى روح الله فبنجد الله بذاته بنجد الله بكلمته بنجد الله بروحه وهذه هي مقدمة أول أصحاح في الكتير المؤدس بيقدم لي هذا الإله بهذه الصورة طيب أخذ مدخلة سريعا أخت مربت من أمريكا وأكمل مع حضراتكم ألو ألو سلام المسيح معي سلام المسيح أهلاً وحضرتك أنا كنت اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن موضوع أن صلب المسيح وأن الله سبحك علينا 600 سنة ومعرفناش الحقيقة دي وطلعت أخت ما عرفش عربية قالت أن أنا شتمت الذات الإلهية أو باشتم الله فده ما حصلش طبعاً أنا هي ما ربيتش على الموضوع أو صلب الموضوع اللي أنا تكلمت فيه لكن تكلمت على كلمة قلتها وده ما حصلتش طبعاً لأن الله يعني ما ينفعش أنه يعمل كده أنه هو يجيب دين ويدحك على الشعب اللي جاب له الدين جاب 600 سنة وما يقولوش الحقيقة لا هو جاب الدين ليه بس ده مش موضوعنا النهار أنا هتكلم في حاجة مهمة جداً في صلب الموضوع ده كدلي معظم المسيحيين أو المسلمين نفسهم بيعتقدوا أو عندهم إيمان قوي جداً أن روح الشيطان أو روح الجن أو الجن ممكن يلبس إنسان يعني يخش جواه أو روح الشيطان أو الجن ممكن تسيطر على الإنسان لدرجة أنه هو يتكلم بألسنة يعني الراجل يتكلم بصوت 6 والستة تتكلم بصوت راجل وممكن يبقى فيه جنة واثنين وثلاثة جوه الإنسان لبسين على حد التعبير الدارج فهل هم معتقدين أن الشيطان عنده القدرة على السيطرة على البنئين على البشر أو على شخص الإنسان أنه هو يخش جواه ويسيطر عليه سيطرة كاملة وهم مش قادرين أن روح الله تدخل في بيبي أو تدخل في تكوين الطفل يسوع وأن هي من بداية خلقه أن هو روح الله تكون جواه المسيح يعني هو روح الله جواه جسد المسيح من بداية خلقه من قبل ما يتخلق وتبشير العذربي فقبل ما يتولد أو يتكون المسيح فهو جواه روح الله وده مكتوب في القرآن أن أيدناه بالروح القدس مكتوب كده باللفز وأيدناه بالروح القدس وفي مكتوب آية ثانية برضو بتقول ونفخنا فيها فيه من روحنا يعني من روح الله يعني جواه جسد المسيح روح الله ونفخنا فيه من روحنا اللي هي روح الله مش روح جبريل زي ما هم كل المفسرين بيحاولوا يتلعبوا بالألفاظ لا روحنا لو بيتكلموا بالعربي عيدة على الله نفسه مش على جبريل اللي نزل ونفخ في التفسيرهم بيقولوا كده إن جبريل هو اللي نزل وهو اللي نفخ فدي روح جبريل اللي اداها ربنا الجبريل يوصلها فمش يعني ده تلعب بالألفاظ من بداية خلق المسيح جواه روح الله الكاملة الغير خط اللي هي غير مخطئة علشان كده تصرفات المسيح كلها في حياته كلها الذي لم يفعل خطية قط لأن الله لا يفعل خطية هو هو بالتأكيد النقطة دي أنا هتكلم عنها شوية بالتفصيل في التجسد وهي 100 التجسد وبشكرك يا أختي ميرفت طبعا المسيح مولود غير مخلوق لكن زي ما بيقول الكتاب المقدس عن ميلاد المسيح إن روح الله يحل عليك وقوة العالية تظللك فالمولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله دي حقيقة مهمة في إيماننا المسيح نتكلم عنها لما نتكلم عن الفداء هل كان ضروري إن المسيح يأتي ولا لا لكن بشكرك على مدخلتك وبشكرك على توضيحك للإسبوع اللي فات أنت كنت بتقولي حقيقة فالحقيقة بتقول لو ربنا ضحك على الناس وسببهم يبقى ربنا ما ينفعش نصك فيه ويبقى ربنا بيغش أو بيمكر وق Level وده نرفضه في طبيعة الله الصالحة الذي نؤمن به طيب فنقول أن الإيمان المسيحي أول ما يتلخص الإيمان المسيحي يتلخص في الإيمان بطبيعة الله يتلخص الإيمان في مين هو الله يتلخص الإيمان المسيحي في مين هو هذا الإله الخالق الأزلي الموجود بالذاته الواحد الذي له كلمة وله روح منذ الأزل وإلى الأبد كويس لما نيجي إلى الفرق بين الخلق الله في النقطة دي تاني لما نيجي إلى خلق الإنسان النقطة التانية هي خلق الإنسان إنه ربنا هذا الإله الخالق الواحد الجامع في طبيعته الذي له كلمة وله روح هذا الإله الأزلي الموجود بذاته لما خلق الإنسان خلق الإنسان على صورته كويس الفرق مبين غاية خلق الله للإنسان في المسيحية والإسلام فرق رهيب جدا وكبير جدا في الإسلام الله خلق الإنسان ليكون له عبد يخافه ويعيش في طاعة أو أمره فقط عبد يفعل ما يريد منه الله أو الإله في المسيحية الله هو أب ولأنه أب فهو حنان ورحيم وراعي ويهتم ويسدد بالإحتياجات ويشفق على الإنسان ويعني فالله في الإيمان المسيحي هو أب وده فرق كبير جدا ما بين نظرة المسيحي لله ونظرة المسلم لله الحاجة في الفكر الإسلامي إبوة الله هي تكديف ما ينفعش تقول عن الله هو أب وما ينفعش أنك تدعو الله أبا فلا يوجد شيء اسمه أن الله أب في الإسلام كويس؟ لما نيجي إلى الإنسان وخلقه إبا كلمنا عن الله إحنا بس خدنا كده حاجة بسيطة جدا عن الله كويس؟ وهذا الإله زي ما قلت هو إله وحدانية جامعة هو واحد لكن وحدانيته وحدانية جامعة نحن لا نؤمن أبدا بثلاثة أليهة ومن يقول أن الإيمان المسيحي ينادي بثلاثة أليهة هو لا يعلم شيئا عن الإيمان المسيحي ولم يدرس ولم يفهم عن الإيمان المسيحي شيئا طيب أخذ مدخلة لأخت فريال من بريطانيا ألو أخ أشرف أهلين ألو أخ أشرف أهلا وسهلا سلام ونعمة المسيح معاك أخي أخي الفاول نعمة المسيح معاك أخي أشرف أنت الرب يباركك الاستنارة الروحية اللي صار لك مدة طويلة تريد على هذا الداعي اللي فقد عقله يعني كفيت ووفيت عن الموضوع بس أنا السؤالي أريد أقول له من هو هذا الشخص اللي يسألونه بعدين ما جاوب وهرب من المناظرة من هو هذا الشخص وما هي مؤهلات الروحية الأقصد اللاهوتية من هو هذا الشخص فأيضا هاي كذبة جديدة لكن هو إحنا يا داعي ما نحتاج أن نقنعك لأنه القناعة والإيمان يجي من فوق من الرب من الإله القدوس فصعب تختنع إذا إله هذا الدهر قد أأمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فأحنا نصلي من أجلك أنه الرب هو اللي يلمس قلبك وإذا اقتنعت أو ما اقتنعت أنت لا رح تزيد ولا تنقص لكن أنت مقتنع بإيمانك اللي جنتك فيها حمر العين والغلمان المخلدون وأنهار من خمر وإلهك جالس يتفرج على هاي المناظر وهاي القدارات وأنت مقتنع في إيمانك إذا يتثائب المسلم ولم يضع يده على فمه فالشيطان يبول في فمه ويبول في أزه إذا كان تعبان ولم يصلي الفجر وإذا أكل في يده اليسرى فالشيطان يأكل معه وإنت مؤمن بأنه إلهك وضع كتلوق كيف يدخل المسلم إلى الحمام برجله اليسرى أو اليمنى فالرب يرحمك الرب يرحمك يتكفي صدقني بحكة الناس عليك الناس لا يضحكون عليك يمكن حتى بعض الأخوة المسلمين اللي عندهم وعي روحي وعندهم عقل ويفكرون بي يبدون يضحكون على الأكاذيب اللي كذبته فالرب يرحمك وأنت متعلم الظهر على التقية وعالكذب فأنجد أنا أصلي من أجلك الرب يفتح عيونك شكرا أشرف والرب يباركك ويتمجز في خدمتك وفي برنامج اللي يتقدمه والرب يباركك والرب يباركك ونسعد دايما بمداخلاتك طبعا هي سألت سؤال مين ده الشخص ومين هما دول اللي هو سألهم هو طبعا ذكر أنه راحوا يسألوا العسل لكن هما مين طبعا كلنا عارفين أنه الكذب مبدأ من مبادئ الإسلام وبالأخص عندما تكون المسيحية في نظر المسلم عدو فهو بالتالي بيبيح كل أنواع الكذب وكل استخدام الكذب مباح وشرعي له أن يقول اللي هو عايزه طبعا يعني ما فيش واحد مسلم بيدخل مناظرة ويقول لك أنا اتهزمت ما فيش واحد مسلم بيدخل مناظرة ويقول لك أنا كام سؤال معرفتش يجاوب عليه هو دايما 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 يطلع منتصر دايما يطلع هو اللي غالب دايما يطلع اللي قدامه مش فاهم حاجة حتى لو دخل مع ملحد حتى لو دخل مع أي دين آخر مش بكلم عن المسيحية لكن هذا هو الحال الذي نراه من حولنا فالمسيحية أساسها الإيمان بالله طيب هذا الإيمان بالله زي ما قلت هو الإيمان بالله الواحد ونحن لنؤمن بثلاثة آلهة والثلوس عندنا هو الله بذاته والله بكلمته والله بروحه وشرحنا في أكتر من عشر حلقات في عبر الكتاب عن عقيدة الثلوس والإيمان بالثلوس وما هو الثلوس الأقدس لكن إنت لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تعرف ولا تريد أن تشاهد ولا تريد ما حتى قدمته قناة الحياة على برامجها المختلفة من شرح وافي كامل عن عقيدة الثلوس منطقيا وكتبيا وفكريا ومن كل ناحية كويس حتى لو بدأنا بصفات الله لكن فالإيمان بطبيعة الله الواحد الوحدانية الجامعة الله الواحد الواحد الذات كلمة وروح ده الإيمان المسيحي الإيمان المسيح أيضا بيكلم عن الإنسان إيه هو الإنسان؟ الإنسان المخلوق على سورة الله الإنسان له قيمة لكن الإنسان عنده مشكلة قيمة الإنسان كونه مخلوق على سورة الله قيمة الإنسان تعود إلى تميزه ربنا ميز الإنسان عن بقية المخلوقات ده الإيمان المسيحي نعم هو مخلوق يشبه المخلوقات في عدة نواحي لكنه أيضا مميز ويتميز ويفوق المخلوقات الوقات التميز دو الرب تكلم عنه وقال انه مخلوق على صورة الله وعلى شبهه طبعا اوعى تفكر انه بتكلم على الصورة المادية واوعى يجي لزهنك ان الكتار مؤدس بتكلم ان الله له يعني تكوين جسدي صورة كده والانسان مخلوق على صورة الله يعني واحد حطينه قدامك وبعدين بيرسموله صورة الانسان على صورة الله ليس صورة مادية فالله ليس مادة الله روح والله ليس له حدود ولا يحد مكان ولا يحد زمان هو كلي الوجود كلي المعرفة كلي القدرة موجود في كل مكان وموجود في كل زمان لكن يعني ايه صورة الله الإنسان مخلوق على صورة الله لما قال الرب نعم الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض التعبير صورة الله استغدم فقط فقط للإشارة إلى الإنسان الذي ميزه الله ما فيش كائن آخر في الكتاب المؤدس ربنا قال عنه أنه مخلوق على صورة الله يشير المصطلح ده إلى البعد الروحي للإنسان نعم الإنسان فيه بعد روحي أن الله نفخ في أنفس أو في نفسه نسمة حياة لما خلق آدم فهناك بعد روحي مش موجود في بقية المخلوقات يشير إلى النفس البشرية في بساطتها وخلودها لأن النفس البشرية خالدة الجسد يفنى لكن النفس البشرية خالدة يشير إلى أن الإنسان كائن عاقل مفكر حر ويقيم علاقات وبهذا ينوب الإنسان عن الله في أمور الكون أن الله صلته في مسؤولية أنه يكون نائب لله على هذه الأرض طبعا هذا المفهوم مش موجود في الإسلام ولا يعرف عنه المسلم شيء لكن كمان الإنسان لأنه مخلوق على سورة الله فعنده حقوق عنده حقوق 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 الإنسان بدأت من الإيمان المسيحي ما فيش حاجة في الإسلام اسمع حقوق إنسان لسه أنا مشير إمبارح فيديو على صفحة عبر الكتاب على الفيسبوك أشجع حضراتكم تخش وتشوفوها فيديو لواحد من الشيوخ بيقول أن تجارة العبيد و لم تنتهي في العالم الإسلامي إلا بقرار مجلس الأمم المتحدة سنة ثمانية واربعين لكن ملكات اليمين موجود فيديو صادم بيقول حقيقة الإسلام لا يعرف حاجة أسمع حقوق الإنسان حقوق الإنسان نبعت من أن الإنسان مخلوق على سورة الله عنده حق اسمه حق الحرية عنده حق اسمه حق الحياة عنده حق اسمه حق التعبير عن الرأي تعبير عن الرأي أنت لو عبرت عن رأيك في العالم الإسلامي ولو نقضت الإسلام أنت مباح دمك الإسلام ما يعرفش حاجة اسمها حرية كله ده على فكرة الإدعاءات دي والشعارات دي كلها أكاذيب مش حقيقية حرية الأبادة والمعتقد لا 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 ما فيش حاجة اسمها حرية أبادة والمعتقد ده فيه هنا السيف يبقى مسلم يا أم تبقى تحت الجيزية مش حاجة اسمها حرية أبادة وحرية معتقد حرية الممارسات السياسية أن أنا أختار الحزب اللي أنا عايزه وأن تعمل الحزب لا 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 هو أناك حزب واحد هو حزب الله فيه معسكر يا إما معسكر الإسلام يا إما معسكر ضد الإسلام كويس فالإيمان بمين هو الله الإيمان بالإنسان أنا أكمل عن الإنسان لأنه في دي دخلة مهمة جدا في فهمنا لماذا جاء المسيح وإحنا بنتكلم عن الإنسان طب ناخد مدخلة وأرجع أتكلم حضركم عن موضوع الإنسان ألو الأخت أممات أهلا وسهلا بحضرتك أهلا 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 وسهلا بك بقول لحضرتك الإله اللي هم بيتكلموا عنه وبيعبدوه طبعا الدعية وغيره وغيره دون أنه إله يعني اللي بيؤمر بالفسق والفجور بيقولك إذا أردنا أنه للقرية أمرنا مصطر فيها فسق فيها يعني أنت بتؤمر القرية دي أنها تفسق وبعد كده تهلكها في إله بعد ما بيخلق بيهلك الناس اللي خلقها تفضلي كملي أهلا وسهلا أنا سامح حضرتك تفضلي كملي الفكرة بتاعتك الحقيقة أنه أنا بتكلم على على أن الإله دون بيؤمر بالفسق والفجور لما بيقول إذا أردنا أنه للقرية يعني أنت بعد ما خالق الناس بتهلكهم بأنك تشجعهم على الفسق والفجور أنه إله دا هو طبعا وبعدين آه تفضل سوري وبعدين مين الإله اللي بيؤمر الملائكة الملائكة دي اللي هي أرواح ربنا خليها لخدمة البشر بيؤمر الملائكة أنها تسجد لآدم يعني هل دا كلام معقول أنه إله اللي هما بتكلموا عنه دا وشكرا يا دك شكرا ليك يعني ما فيش أكتر من الفجور والفسق اللي في جنة الإسلام لا يوجد أبدا على وجه الأرض فسق وفجور كما يوجد في جنة الإسلام كل ما هو ممنوع مباح وبكثرة من خمر ونساء وغلمان يعني الواحد لو تخيل تخيل يعني هذه الجنة وأتمنى أن أنتم ما تتخيلهوش لأنها دا يعني سوري فيلم إباحي من حريات من عمرهم من سنين النكاح من يعني من الله اللي واقف عما لي وزعه هنا وهنا فأين هذا الإله قداسته وعدله وبره ونقاء ناخد مدخلة أخرى الأخ زيتوني ألو 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 أخي زيتوني كيفك يا أخي زيتوني كيف أكثر دكتور حزمي طمن الأول عليك أنتع بخير وألو والله الناس عندما نقرأ الكتاب المقدسة وقرآن نحن أنا كمسلم أحترم كل العقائد سواء كان مسيحيا عندما نتكلم سواء كان من كمال المرأة التي تكلمت منذ قليل وتتكلم عن الجن الذي يدخل في الإنسان أنا لا أعمل بهذا ولكن هذا الحديث يتول في هذا والشرح يتول ولكن ليس هذا موضوع الآن موضوع الشيطان أنا لدي تفسير في الشيطان ولدي تفسير عن الجن وكل إنسان وكل إنسان سيلاقي الله بما فهمه سواء كان الدكتور عزني على حق أو الزيتوني أو مثل الزيتوني أنا سأقرأ آية عندما أقرأ الكتاب المقدس أو أدرس الكتاب هناك آية أنا دائما أتكلم من الكتاب المقدس وكلمة كتاب المقدس في حد ذاتها ليس موجودة في الكتاب المقدس عندما تقول القرآن القرآن كلمة قرآن فرغم القرآن موجودة ولكن ليس هذا موضوعنا يقول أنا أتكلم عن يسوع الآن يسوع يتكلم جاءوا التلاميذ وسألوه قالوا يا معلم نريد آية وأنت تعلم في العادة القديمة يقول من سبع أبا أو أمه يقتل أو أبا ماذا قال يسوع قال جيل شرير يسلب آية ولكن ماذا أعطى يسوع ماذا قال وليس أعطى له إلا آية يونان هنا تكلم بالله عليك يا دكتور عزني ما هي آية يونان أن يونان دخل بطن العود حي هذه الآية هذه المعجزة وخرج من بطن العود حي وفي الكتاب المقدس يقول بل ظنوه أنه قطع من أرض الأحيات ما معنى هذا الكلام عندما قال يسوع يسوع يتكلم قال وليس أعطى لكم آية إلا آية يونان يونان دخل بطن العود حي وخرج من بطن العود حي كذلك ما معنى هذا أن يسوع يسوع ماذا نفعل من هذه الآية أن يسوع دخل إلى القبر حي وخرج منه حي وهذا ما يقول القرآن عندما يقول بل شب يالهم أي ليس كما التكثير يا دكتور عزني لا تحج على الإسلام التفسير كواء كانت مسيحية أو التفسير الإسلامية هي اشتهادات بشارية لا بس ثواني أخذيتوني ثواني يا خزيتوني أنا الموضوع صلب المسيح ده أنا مجهز له حلقتين الحلقات اللي جاية كويس لأنه نعم هرد فيه بالتفصيل لكن هي النقطة الأساسية كويس الكتام مؤدس زي ما قلت الكتام مؤدس بيتاخد كله على بعض يا أخي زيتوني يا إما الرب يسوع يكون سواني يا أخي زيتوني أنت خدت كلام المسيح أنت خدت كلام المسيح هنا أنه لا تعطى له إلا أي يونان النبي فبني يونان النبي دخل حي وخرج حي مين قالك أن يونان النبي كان حي في بطن الحود كويس مين قالك من قالك أنا أميت مين قالك أنه أقعد ثلاثة أيام حي مين قالك جبت ده اجتهادك الشخصي لكن سواني لكن حاجة تانية زي ما أنت خدت كلام المسيح في النص ده ونفسرته بطريقتك الشخصية هناك أيضا أكتر من ست مرات أو سبع مرات يقول فيها الرب يسوع أن ابن الإنسان يسلم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم أكتر من سبع مرات هذه العبارة قالها الرب يسوع وفي مرات ومواقف متعددة يعني ما نقولش أن الأنجيل قرروها لا 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 ده في مواقف متعددة قال الرب يسوع صراحة أن ابن الإنسان هيسلم ويحاكم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم كويس فأنت هل تقبل هل تقبل كلام المسيح اللي قاله عن نفسه مرات ومرات أنه يموت هل المسيح أصد مرات ومرات 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 وانا هتكلم عنه هتكلم عنه في الحلقات اللي جاي أكتر من سبع مرات ابتداء من متى ستاشر حتى عندما وطبخ الرب يسوع بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان لأنك تحتم لا بما لله بل بما للناس لما الرب يسوع قال أنه ابن الإنسان ينبغي أن يسلم وابن الإنسان هيموت وابن الإنسان أيضا هيقوم في اليوم الثالث بالله دكتور عزيزي دقيقة أنتم تقولون بأن المسيح ذهب إلى الصلب وانتي الآن قلت ستعمل ستفعل حلقات أخرى يقول المسيح في نفسه يقول الذي كان في أيام جسديه هو أنتم تقولون ذهب بإرادات الذي كان في أيام جسديه قدم بصراخ وطلبات دموع أنه من بالله يخلصه من 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 ماذا يخلصه يا أخي زيتوني يخلصه من الموت لا يعني أن يمنع الموت لكن الخلاص من الموت كان بالقيامة الخلاص من الموت كان بالقيامة يا أخي زيتوني يعني حتى لو درست النص دوان فيه عبرانين هتلاقي أنه من الموت لا تعني أنه من قبل ما يروح الموت لكن تعني وهو في قلب الموت ينقذ بالقيامة يقوم من بين الأنمائي يا دكتور عزمي أنا لا أفكر في مكان يسوع سيدون عيسى نحن نؤمنه بأنه نبي يا أخي زيتوني حضر إنت بقى لك فترة ما اتصلتش بينا فاتصالك عزيز علي يعني عايز أخد ودي معك شوية فيه مع أنه مش موضوعنا دلوقتي بس يا أخي زيتوني أنت في موضوع صلب المسيح كويس موضوع صلب المسيح أنت عندك آية كرآنية يتيمة وحدة كويس سواني بس كامل فكرة سواني بس كامل فكرة وبتحاول أن أنت تجد تعديد لهذه الآية اليتيمة الوحدة الذي ليس لها أي سنة تاريخي ولا منطقي ولا أي حاجة تعجد لها تعديد في الكتاب المعدس اللي بيأكد موت المسيح ودفن المسيح وقيامة المسيح يعني أي منطق هذا أي منطق ده منطق الضعيف على فكرة اللي هو ما عندهوش حاجة أنا أحترم عقيدة هذا يا أخي ذاتك أنت يا أخي يا أخي يا أخي زيتوني القرآن نفسه لم يحترم عقدي محمد نفسه لم يحترم عقدي محمد والقرآن محمد سويني محمد والقرآن طعن في عقدي سويني بس سويني القرآن طعن في إيماننا بطبيعة الله الواحد وفيهم التلوز غلط وتفرنا الإسلام طعن في صلب المسيح الإسلام طعن في عقائدنا اللي إحنا بنؤمن بيها اللي هي جوهر الإيمان المسيح وتقول لي أن القرآن أو الإسلام يحترم عقائد الآخرين مفيش حاجة اسمها احترام لعقائد الآخرين يا أما مسلم يا أما كيف يا دكتور عربي كيف تقول أن القرآن هو القرآن ليس كتابي وليس كتابك هو كتاب أخذ بأنه وكتاب وممكن أن تقرأه أنت والكتاب المقدس سيد المسمع أنا أخرج كتاب المقدس وقع القرآن وليه أفكار وهو قال عندما هذا اللي بالله والله ستصدقني أتعجب أنا هو محبب وفي نفس الوقت عندما يدور الإنساني أنا أحضر أنا بس عايز يعني هعمل حلقات عن الصليب وادخل معنا ونقش موضوع صلب المسيح بالتفاصيل بتاعته لكن بشكرك عموما على مداخلتك وعلى اتصالك أكمل على نقطة معلش الأخ زيتوني خدنا في حتة أنه الإنسان اللي ربنا خلقه على صورة الله وعلى شبهه هذا الإنسان الذي له قيمة وله معزة خاصة عند الرب حر معاقل مفكر ربنا أقامه ليكي يكون له شركة ولا يكون نائبا على هذه الأرض هذا الإنسان عنده مشكلة النهاردة عنده مشكلة ولازم نعرف إيه مشكلة الإنسان مشكلة الإنسان إيه النهاردة الإنسان عنده مشكلة كلنا عندنا مشكلة جات لنا منين النهاردة ارفع قانون عن أي مجتمع في حضارة ارفعه عن أي مجتمع شايفه على إنه مجتمع مثالي ارفع القانون 24 ساعة لن يكون هناك مجتمع هيكون نحب وسرقة وقتل واقتصاب يبقى النهاردة حتى اللي بيمنع شر الإنسان هو شهدة القانون الإنسان عنده مشكلة الإنسان عنده مشكلة مع الله الإنسان عنده مشكلة مع أخوه الإنسان الإنسان عنده مشكلة مع نفسه جات منين ما إذا ربنا خلق الإنسان كامل وخلق الإنسان بريء وخلق الإنسان زي ما يقول الكتاب وراء الله إذ ما صنع إذ هو حسن جدا حسن جدا very good ليه الإنسان عنده مشكلة ليه كل الشر اللي حصل في العالم سببه الإنسان أبا أكلم على الإنسان كإنسان كلنا عارفين إن الإنسان عنده مشكلة المشكلة دي بيتكلم عنها الكتاب أنها هي الخطيئة سميها زي ما تسميها الإنسان فاسد الإنسان خاطئ الإنسان يفعل الخطيئة لأنه خاطئ لأنه فاسد فاعل الخطيئة ليس هو الذي يفسد الإنسان لكن لأن الإنسان فاسد هو يفعل الخطيئة جي منين الفسادة؟ الكتاب مؤدس بيقول لي جي من السقوط جي من الإنسان سقط أخطأ وبهذا شواهت الخطيئة كل جوانب الإنسان شواهت مشاعره شواهت فكره شواهت جسده شواهت تفكيره شواهت كل ما فيه وما زالت تشويه إلى الآن ده اللي بيكلم عنه الكتاب ده اللي مش بيكلم عنه الإسلام ولا يعرف حاجة عنه الإسلام ويحاول أنه يعني يغطي أو يغمي عينه عن أنه يرى هذه المشكلة مشكلة الإنسان أنه الإنسان اللي مخلوق على سورة الله عنده حاجة غلط كلنا النهاردة بنقول كده إحنا فينا حاجة غلط فينا حاجة غلط مش دال لخلق ربنا لأنه لو ربنا خلقنا كده يبقى خلقته ناصع لو ربنا خلقنا بالشكل ده يبقى خلقته مش كاملة لكن ربنا ما خلقناش كده ربنا خلقنا أفضل من كده طيب ليه اللي إحنا فيه ليه الفساد المالي الفساد الأخلاقي ليه الأسرة المدمرة في كل مكان ليه التمرد والعصيان والرغبة في الانتقام ليه قسوة الإنسان نحو أخي الإنسان وقسوة الإنسان حتى نحو الحيوانات جمليم ده كله دي مشكلة الكتاب المؤدس بقى العقيدة المسيحية اللي أنت مش فهمها بتوضح النقطة دي وبتتكلم عنها بوضوح وبتقول أن مشكلة الإنسان الأساسية هي الخطيئة أن الإنسان انفصل عن الله تحول من أنه حسن جدا إلى أنه أصبح ردي جدا بيسميها الكتاب الطبيعة الفاسدة الساقطة بيسميها سميها الخطيئة الأصلية سميها فساد الطبيعة البشرية بيس؟ أنت عارف أنها موجودة لكن مش عارفت رفضها لأنها هتقودك لو أنت أمنت بيها هتقودك إلى أن الله لابد أن يتدخل ليحل هذه المشكلة بس أنت مش عايز تقبل ده لأن الإيمان المسيح هو اللي بيقول كده أنت مش عايز تقبل أن الله تدخل لحل مشكلة الإنسان ولأنه حل مشكلة الإنسان يكمن فيه أنه يحتاج إلى مخلص وأن المخلص الوحيد الذي جاء هو يسوع المسيح انت رفضك للمسيح جعلك ترفض مشكلة الإنسان والخطيئة الأصلية مش عدم فاهمك لا 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 مش عدم فاهمك ده بيقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله ما قالش في عقله لأن العقل هيوصل إلى هذا المنطق إنه وجود إله لكن هي توجه قلب فانت قلبك رافض الإيمان بالمسيح المخلص فبالتالي علشان تلغي فكرة الصليب والفداء واحتياج الإنسان لفداء الله بتلغي إنه الإنسان طبيعته فاسدة ده مش عدم فهم ده رفض ده رفض لكنه ملوش علاقة بالفهم فنيجي إلى ليس الجهل أو كلة التعليم هو مشكلة الإنسان قد نقول آه لا لا الإنسان أصلا إنت لو علمته هيبقى كويس علمه الإنسان طلع وحش ده بالعكس ده استغل العلم بتاعه في ضمار أخي الإنسان شوفوا بس القنابر اللي بيعملها الإنسان ليست المشكلة الجهل وليست المشكلة الفقر وليست المشكلة أي شيء آخر مشكلة الإنسان هي مشكلة أخلاقية قلبية من داخل القلب تخرج كل الأفكار الشغيرة الزنا والفسق والدعارة والعهارة كل ده والطمع من داخل الإنسان مش من خارج الإنسان عش كده الكتاب بيكلمنا عن الخطيئة بيكلم عن الخطيئة أنها هي التعدي الإنسان تعدى على وصايا الله بيكلم عن الخطيئة أنها عدم الإيمان بيكلم عن الخطيئة أيضا أنها أن الإنسان خلق لهدف لكنه الآن انحرف عن هذا الهدف الإسلام ما بتكلمش عن موضوع ده عارف ليه؟ مع أنه واقع وملموس ومرقي لأنه هو عايز يرفض الفداء فرفضه للفداء لابد أن يجعله يرفض خطيئة الإنسان وسقوط الإنسان تأثير الخطيئة على الإنسان طبعا الإحساس بالذنب مزنب أمام الله أنه هناك يوم تأكل منها موتا تموت وأنه الفساد فساد فساد الكلي للإنسان كويس فأنت عندك ده كله الخطيئة الأصلية ليس جينات أو لا تاني ليس جينات مش الكرموزات الكرموزات الواحد بياخدها من أبوه أو من أمه لا الخطيئة الأصلية ده فساد روحي وانفصال روحي عن الله خليني أشبهها يمكن التشبيه ده هاختم بيه بس ونبقى كده كلمنا عن جزئين ونكلم عن الفداء المرة اللي جاي خليني أشبهها شوية رب يسوع درب مثل لنا الاسمه المثل لابن الضال موجود في إنجيل لؤة وفي أصحاح 15 وابن الضال ده معروف الابن اللي قال أبوه ديني نصيبه من المراس وخد نصيبه من المراس وراح إلى كورة بعيدة وصرفه على الزواني والخطايا وإلى آخره وبعدين حصلت مجاعة هناك بعد ما صرف كل فلوسه وحصلت مجاعة هناك فكان يعني بيشتهي إنه يأكل حتى من أكل الخنازير الكتاب المعدس بيقول لي إنه الابن ده رجع إلى عقله يعني تاب رجع إلى عقله وقال أعود إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك ولسه مستحقا أن أدعلك ابنا ده اللي بيقوله لنا الرب يسوع وإزاي إنه الاب بيقبل الإنسان الخاطئ اللي راجع تائب إليه لكن أنا هفترض هفترض كويس إنه الابن ده قرر إنه ما يرجعش كويس؟ قرر إنه إيه؟ ما يرجعش قرر إنه يعيش في الكرة البعيدة ويتجاوز وخلف وجاب أولاد وأحفاد هو في موقف العداء من الأب ونقل العداء اللي عنده ده لأولاده فصاروا في موقف العداء الانفصال عن الأب منفصلين عن أبيهم انفصال روحي والقيم اللي هيتربوا عليها هي قيم فاسدة والمجتمع اللي عايشين فيه مجتمع فاسد والأفعال اللي هيعملوها هي الأفعال اللي هيعملها أبوهم هم هيريسوا كل حاجة من أبوهم ده اللي احنا عملناه من آدم لما ولدنا من آدم ولدنا على شبه آدم ولدنا تحت الحكم الإلهي لآدم وهو أن أجرة القطية موت وعش كده احتاجنا إلى مخلص وعش كده الرب يسوع جاء لكي ما يخلص ما قد حلك ده الإيمان المسيحي اللي نكمل عن الفداء لكن مهم جدا أنك تفهم أنه ليه المسيح جاء لكي يخلص ما قد هلك أنا وإنت ما قد هلكنا ورب يدعونا إليه للإيمان بالمسيح لأنه ده الطريق الوحيد الحق طريق والحق والحياة هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية سلام المسيح يكون معكم